السلام عليكم. آآ الاخبار عاملين ايه? ان شاء الله زي ما عطوكم النهاردة اول سيشن اللي هي في سيب اتش ار. هنتكلم عن المواضيع اللي قدت عليها في البوست. آآ اللوجون والنافيكاشن والستركشور بتاع سيب اتش اتشعر. هنتكلم الاول على اللوجون. تمام? اول علشان تقدر تكون نكتا على السيستم او على السيربر. انت طبعا الاول بتكون عامل تمام? والبرنامج دوت بيكون على جهازك. لكن الداياتا بتكون على سيربر. علشان طبعا تكون نكتا على السيستم او على سيربر. محتاج ان انت بتريد حاجة اسمها عن طريق آآ البرامترز. البرامترز ده دي يبعتها لك بتاع الساب بيزيز. الساب بيزيز دوت هو الشخص المسؤول عن السيرفرات آآ دخل الساب يعني. هو المفروض بيبعت لك آآ بعد ما بيخلص شغله بيبعت لك فايل. بيقول لك انت هتخش على انه سيرفر وبيبعت لك البرامترز بتاعته. وبيبعت لك آآ مزار نين وباسورد. تمام? طيب. آآ فيه اكتر من سيرفر جوه كوه الساب. آآ يعني هو مش سيرفر واحد. فيه عندنا اكتر من سيرفر حوالي ثلاث سيرفرات. فممكن يبقى اربع وبعض الشركات. تمام? هو بيبقى سيرفر واحد بس يبقى فيه آآ ثلاثة لير. يعني هو لما بيبيزيز لما بيعمل لك السيرفر. بيبعت لك السيرفر الاي بيو والحاجة اللي انت هتستخدمها علشان تخش على السيرفر. بيحدد لك انت هتخش على آآ نيني السيرفر. بيبقى فيه عندنا اما سيرفر. وآآ كوالتي اشورانس سيرفر. ده بيستخدم للتست. وفيه سيرفر اللي هو آآ اللي هو هو وفيه سيرفر رابع ممكن يبقى موجود وممكن يبقى لا. يعني مش كده الشركات يعني بتتخدمه اسمه ساند بوكس. تمام? آآ او سيرفر دوت السيرفر اللي انت بتعمل فيه الشغلك. لو انت عايز آآ تعمل بالحاجة معينة هتعملها في السيرفر دوت. في سيرفر دوت. فطبعا هتعمل على على السيرفر دوت. وتدقى تشتغل عليه. تمام? آآ بعد ما بتخل الشغلك فيه بتعمل حاجة اسمها ترانس بورد ريكويست. ترانس بورد ريكويست دوت تعجم بتجمع فيها كل التجارات اللي انت عملتها في الديفولوبمنت. بتحطها في الترانس بورد ريكويست دوت. وتبعاته للسيرفر اللي هو اسمه كواليتي سيرفر. علشان الكاستمر او الكي يوزر سيعمل دست. بيشوف حقته تمام ولا لقى. لو حتى ابطلعت مزبوطة بتاخد الترانس بورد ريكويست وتبعاته للبرودكشن سيرفر علشان يسمع في لايف سيستم. تمام? اللي هو السيستم اللي شغل في الشركة في الوقت الحالة. آآ يبقى كده علشان تخش على السيرفر انت محتاج تعرف التفاصيل بتاعت آآ السيرفر. تمام? يعني فانيجي كده انا اخد المسال. تمام? فانيجي من هنا كده بتقول دوت علشان آآ تعمل آآ على الساب. ديت المفروض يكون بعدها لك الساب بيسس. الديسكريبشن والابليكيشن سيرفر والسيستم اي دي. بتدخل البيانات ديت وتقوم تمام? في الاخر بيطلع لك الايه? بتاعتك اسمها. بيبقى مكتوب هنا. فانت بيفتاحها. بيزهر لك الشاشة دية. بتبدأ تعمل تدخل والبصول. هو بيبقى معامل لك بيفولت من انت تخش على كلاينت كزا هو بيبقى مكتوب من هنا اهو تنينية وتمنتاشر مسلا في او اي كلاينتو يبقى طبيعي. هو بيبقى يعني. تمام? آآ فانت بتكتب اليوزر وبصورت هنا وبتدوس انتر وبتخش والطبيعي بيفتح لك الشاشة الرئيسية اللي هي ديت الشاشة دي. هي ديت انترفيس الرئيسية بتاعت آآ السي بي. وآآ ديت اللي بتبقى مفتوحة او متعمل لجن. آآ آآ ديت بيستخدمها كيوزر او ككونسلطانت وانتر اتنين بتستخدموها بعد ما تعمل لجن يا. آآ 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 تمام? بتحكيها بتلاقي هنا المربع دوت اسم كماند فيلد. تمام? بعد كده بوزر دوت. تمام? تحت هنا عندك حاجة اسمها الستيتس. انت واقفت اقني حتة. وهنا على الشمال هنا يمكن بيزهر لك آآ 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 يعني لاي حاجة بتظهر لك هنا هو. في المكان ده. كماند فيلد دوت. agi chest? كماند تفديد؟. تستخدمو. ان انت عايز تتنقل لشاشة معينة بوزر بطريقة سريعة. عن طريق ان انت بااااااا باستخدام حاجة اسمها transaction. transaction دوت عبارة عن كود انت بتكتبه هنا عشان توصل ل الشاشة بتاعتك. فمن اشهر الاكواد او من اشهر transaction اللي بتستخدمها رايما او بتستخدمها الاستمرار على طول بي سرتي. تمام? ده يتمنتين انت بتستخدمها لما تكون عايز تعمل منتين البيانات موظف مهم. عندك عن طريق انت بتدخل هنا اه رقم موظف تمام? وابتبدأ تتعامل مع الايه? مع البيانات دي تتعدل في حاجة بتاعة كده. تمام? يبقى ادية الايه? عرفتنا مستخدمها في ايه? في ايه ست ده مثالي يعني انت عندك تتانية كتير. في حاجة اسمها بي ايه فورتي. غالبا انت تستخدمها لما تكون عايز تعمل عايز تعمل تعيين لا اه لا ايه موظف تمام? بتجي بتدخل برضو هنا رقم موظف. وبتبدأ تختار تمام? وتبدأ تعمل هنا حاجة اسمها وتعمل له تمام? اه نفترض ان انت مش اه مش حافز اه مش حافز الكود بتاع ده. هل انت ممكن تجيبه من اي مكان تاني اكيد طبعا عندك هنا في المينيو ديت. هي تظهر لك هنا بتبقى انت واخد ان انت تخش على بس لان هذه الاريا بتاعتك. تعمل? لكن الانترفيس بيبقى واحد عند كل الناس. بتختلف بقى في حتة بتبقى واخد رول ان انت هتخش على الحاجات معينة اللي انت هتستخدمها. يعني بتاع الفينانس بيبقى اه مش موجود عنده كده مثلا. موجود عنده حاجات تانية. يعني فانت بتخش على هنا وعلى اه 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 بتلاقي هنا زي اللي انت هين ممكن بستخدمها الخاصة بالاي بالمستر داتا. عندك البي اي فورتي بي اي سيرتي منتين بي اي اتوينتي دي واهتزا. تمام? فلافترض ان انت مش حافز اسم الكود فانت ممكن تخش تجيبه من هنا وتضغط عليه عادي كده. طب وفتح لك الشاشة بتاعها. تمام? طيب لو انت يعني اكيد طبعا هتستخدم الحاجات دي الكتير. ومحتاج ان انت تكون موجودة عندما تبص في البقى. في عندك هنا الفاورتز. انت ممكن تضيف فيها الترانز اكشن اللي انت عايزها بتضيفها ازاي? اما هنا بتقول لك دي الكلمين كده وتقول له وتكتبه. بي اي سيرتي مسلا? بتكتبها بتقول هنا. بتقول بتبع عندك في في بحيس ان انت بدل ما تكتبها فوق وبدل ما تضغر عليها تحت لأي انت بتضغط من هنا عاليها تفتح لك الشاشة بتاعتها. آآ ممكن طبعا برضو تاخدها من تحت من هنا. تضفها من تحت هنا. بتضفها تخدها كده دراج ودروب. ان انت ايه? تستخدمها على حول. تمام? دي طريقة برضو ان هي بتسهلك شوية في 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 التعامل مع الشاشات. يبقى ايما تكتب هنا في الكماند فيلد هنا تكتب اسمي الكود او ايما من القائمة دي او ان انت ندفها في الفاوريتس ان هي تبقى سهلة باستمرها. طيب في برضو آآ حاجة مهمة. الاكوات ديات. ممكن ما تكونش ظاهرة عندك. ما تظهرها ازاي? بتكليل كيمين هنا سيتنك. هتلاقي فيه الشيك بوكس متعلم عليه. آآ تسبليه بوكس هو متعلم عليه. انا عملت كده لو شد اللي الشيك بوكس ديه هتلاقي الاكوات اختفت. ممكن تكون عندك يعني ظاهرة كده وجالبا يعني اعطيك بوكس كده. فانت بتعمل اللي الشيك بوكس دوت تاكد انه متعلم عليه ظاهرة. علشان يظهر لك التكنيك الموزة. تمام? انت هنا في عندك شاية اه تستعرفها. دوت المربع دوت. ده لسيف لما تكون عند بنت في اي حاجة ما عايز تسايل بتتوضينا. ده باك. ده اجزت. تمام? ده cancel. آآ ده فيستخدام في السيرش. تمام? آآ عندك ديت آآ كريد نيو سيشن لو ضغطت عليها. افتح لك زي آآ شاشة تانية بتقدر تستغل تشتغل فيها برضو. لان انت ممكن تشتغل في اكتر من شاشة. وآآ مسمح لك يعني الساد بيسمح لك ان انت تفتح ستة شاشات بس. لكن ممكن آآ القدمي ممكن ان هو يقلل لك العدد دوت. ممكن يخله لك تلاتة مثلا. لكن طبيعا هم يبقوا ستة. وغريبا هم يعني بيفضل ان هم يكون تلاتة او اتنين. علشان ما يبقاش فيه آآ يود على على السيربر. لان انت لو فاتح ستة وغيرك فاتح ستة كل جوب بتستغل بتتعمل على نفس السيربر. اللي ده بيبقى فيه لود عليه ممكن يخلي البرفورمانس بطيئ جدا. فغالبا يعني بي آآ الادمن بي كنترول اقل من ست السيشنات يفتح لك يعني. تمام? فيه عندك حاجه اسمها اآ أآ F واحد. اف واحد دوت بزرار. اف واحد دوت جميل جدا جدا بيقدر يشرح لك او يفاهمك اي حاجه انت مش فاهم. بمعنى فا اآ مفترض مسلا ان انت بنتين اه اتش ا ار مصدر دية تدوت. ما فيش سانية اهلا. لو دخلنا مسلا على ال سي بي ار او بتستخدمها علشان تدخل جوه الحتة بتاعة انت عايز تعمل اه لأي حاجة. تمام? فانا اخترت مسلا ان انا هعمل عنده. تمام? فانا انا مش فاهم يعني ايه مسلا كلمة مش فاهم. فبتتعلم عليها كده وبتدوس اف واحد. بيبدأ بيشرح لك اتكلمك عن البرسوليل ايه ده يلبي كانت ايه? تمام? ده يعني اه السابعة عملية يعني. تمام? فا اه يعني انت متعتمدش على اه اللي بيشرح لك او اللي بيقولك بس فانت عندك التول بتاعت اف واحد ديت ايه حاجة مش هم هتوضحها لك. عندك السرش على جوجل اه تبحث زي ما انت عايز. تمام? المجال الواسع ممكن انه فيه كتب كتير وتقرأ. يعني متعتمدش على اللي انا بقوله بس. تمام? بالنسبة اه ل اف اربعة. اف اربعة رضي طول جميلة جدا. وهي ان انت بتستخدمها في السرش. سيء مسلا. اهو انا فتحت. بايه سرتي? انا من عايز اجبر اموزف معين لعقم موزف معين هنا. بس انا مش فاكر اسمه مسلا. فبتعمل اف اربعة كلا. تلغط اف اربعة هنا بيفتح لك البوكس دوت ان انت ممكن تبحث باللاس تنين. او الفلسطينين او تمام? فانت مسلا افترض مسلا انا اه اسمه اه موزف مسلا سيء اه فويت. اوكي. يبدأ يطلع عليك اسم الموزف والفلسطينين محمد والفلسطينين فوقات. تمام? تقدر تتعامل معاك تعمله من كل المستر بتاعه. تمام? في شوية شوت فرص باتو اعايز اتعرفها. سلاش ان. تمام? اللي حصل ان يرجع دي. تمام? طيب او انا فتحت اه اه هنا بي اي فورتي. روح تقايل له سلاش. تمام? تمام? بي اي سرتي. هذي اقفل ديت. وفتح لك البي اي سرتي. تمام? طيب اقول له سلاش. اي. سلاش ان. انا اقول سلاش ان. بي اي سرتي. بعفل ديت وبرح اللي. البي اي سر. اه بلوجيت هنا اغدلو سلاش اي. اللي بيحصل. اه بيعمل اه بيخرف خالص. بيقول لك انت اه اه بي تقول له ياس. بيخرف خالص. سلاش اي. بيخرف. تمام? انا بعمل اه لوجين تاني. تمام؟. دي كده انت قطعت اه فاهمتك بتاعت اه اه. شوية اتش او ار تلتمية وخمسة. الكتاب دوت بيتكلمك يعني مفيد جدا. هو الكتاب اللي يفهمك الدنيا كلها يعني. فانت طبعا ما تحتملش على الشرح بتاع بس لاني الكتاب كبير جدا انا مش هقدر اغطي كله. فالكتاب موجود انت ما تقدر تنزله من على الانترنت. وتقدر تتابع فيه كويس وتفهم الدنيا كويس. فالكتاب دوت بيفهمك وبيفهمك على الساب ازاي وكده. فتعال نشرح بتاع الساب بتاع دوت الشكل بتاعه متقسم كده. تحت 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 يبقى فيه برسونال اريا. وتحت يبقى فيه الصدق. الكلاينت الكلاينت عبارة عن اين? اه دوت اه واحدة مستقلة بزاتها عشان ابسط عليك هو مسلا اه الشركة الام الشركة الكبيرة. يعني سي مسلا ام مسلا اه جهينة مسلا. سي. فا اه جهينة في مسلا اه تحتها اكتر من شركة. اه توزيع اه مصنع اه وهكزا يعني. فالكومباني كود دي شركة جوه الجوه الكلاينت. تمام? يعني ده مسال يوضح لك الفرق بين الكلاينت والكومباني كود. يعني الكلاينت هي الشركة والكومباني كود شركات تحتيها. بزي مسلا ان عندك اه مصر شيرسي مسلا. فيه تحتها كازا حاجة اه اه شركة مواد جزائية بتنتجها اكتر من حاجة. فمعسمة كل حاجات بتنتجها في الشركة. تمام? طيب لو الشركة هي كلاينت والكومباني كود بس ممكن يكون شركة يعني مفحشل حاجة واحدة او يتفابل بقى هو الكلاينت هو هو الكومباني كود. الكلاينت والكومباني كود اه كاتش ار مش انت المسؤول انت تعملهم. اللي بيعملهم جالبا بتاع الفاينانس. ليه بقى لان اه الكومباني كود فتعرفها ان هي عبارة عن واحدة مستقلة بذاتها او الشركة مستقلة بذاتها تحت الكلاينت. مستقلة بذاتها يعني ايه? يعني ليها قيمة المركز المالي بتاعتها. ليها ربح وخسائر ليها مزانية عمومية. من تعرفها كده حاجات خاصة بالمحاسبية حاجات خاصة بالفاينانس. تمام? فعلشان كده بتبقى اللي بيعملها بتاع الفاينانس. انت بتستخدمها لما تيجي تعمل اه البرسونال اريا. تمام? اه البرسونال اريا بتعملها بتقصين عليها بتقصينها لالكمباني كود دي. تعال? كلمك عن البرسونال اريا باني كود اه اه شركة مسلا مسلا شركة اه اه بيبسي. تمام? فعندك البرسونال ايها اللي هي الفروة مسلا. فمقسمها مسلا فارع اه مصر. اه جوه مصر في عندك فارع القافرة فارع الاسكندرية فارع صوان فارع الجيزة دي اللي هي البرسونال. ساب اريا. يبقى اول اول هيكل عندك في اله في الاستراكشور بتاع الساب الساب اي اي سي احنا desses اعني دوت اللي هو والملائي او البرسونال اريا والبرسونال اريا بداخل الارع ا hàng او ان ال ī اصد اريا اينا يعتبر المش هي اللي بتعملها البرسونال اريا والبرسونال اريا اللي هي بيعتبر تعسين مكاني. تمام? ده اول عندك تاني استراكشور عندك اسمو البرسونال ساتراكشور. تمام? هنا طبعا بيشرح لك اللي هقلتو بالتفصيل. عندك البرسونل من بلوي جروب ومن بلوي سب جروب. ايه فديته التقسيم ده او بيقسم ازاي? والتقسيم دوت متعلق اكتر بالاشخاص او بالموظفين اللي هو الشركة. مقسمهم لمجموعات. وكل مجموعة بيقسمها لمجموعات صيارة. تمام? يعني مسلا ساين مسلا فيه تقسيم مسلا مشهور او بيعمروا في الخليج مسلا يقول لك خليجي مسلا او خليجي. ده اللي هو تمام? انتخلت بقى في التقسيم التاني مسلا بيبدأ بقى يمسك اه كل يقسمه تقسيمات مختلفة. هل انت اه جاي اه متدرب اه مؤقت اه جمام? بعقد. يبدأ ان يقسم مسلا كل واحدة. ممكن يبقى تقسيم تاني مختلف كده خالص بس ايه بايه? ده مسال يعني للهيكل اه تتاح. تالت تقسيم معنا اللي هو اه 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 في اه اه دوت اه تقسيم مرتبط اكتر بالادارات اللي هو اللي هو الشركة. تمام? اه زي ايه بيقسم لك الادارات اللي هو الشركة اه بشكل ضقيق شوية او بشكل اكتر بتفصيل. بيقسم لك الحاجة اسمها ارجيونيت. كل ارجيونيت بيبقى تحتيها اسم ارجيونيت او اه ممكن ما يبقاش فيها اسم ارجيونيت ممكن يبقى على طول. اه بيبقى تحتيه الجوب. والجوب طبعا بيبقى اه اللي هو الوظيفة بيبقى تحتيها الموظف او الامبلويل اللي بيشغل ايه? الوظيفة دي. تمام? وكل حاجة بيبقى ليها رمز. يعني هو او بيبقى رمزها او. تمام? بيبقى بيبقى اه او بيبقى رمز بتاعه بي. فده شكل بيوضح لك اه شكل بيوضحون لك عن طريق ايه ديت اه الخطة بتاعت الشركة. الخطة بتاعت الشركة اه خطة المنظمة. هو مسلا بيقول لك ده شكلها او. في تحتيها عندك. في كمان? وفي وفي